السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسعبه اجمعين. النهاردة هنعمل ريفيو عن الكابة ديت كيتشن ايه. المركة دي امريكانية. هقول لكم على العيوب. وهقول لكم على المميزات بتاعتها يا عندي بقالها شهرين. العيوب بتاعتها لقيه الحجم بتاعها صغير. تلت كبيات ونص. او السكينة البيضة بتاعتها دي. كنت بعمل فيها توابل كركم وبودرة الزعفران. فخليتها بقت صفرة. مش عاوزة تنضف. فمش عارفة نضافها ازاي. وقلت ايه عمل لكم على ريفيو هي حلوة بس ما فيهاش المبشرة. يعني ما فيهاش مبشرة تبشوري بيها. فانا هاضطر الشري واحدة تانية تكون الحجم بتاعها كبيرة. زي اللي كانت عندي قبل كده كانت اتنشر كباية وكان فيها مبشرة للبشر. فانا حبيت اعمل معاكم التوم. اه واجربها ايه ريفيو معانا مع بعض يعني. انا مجربها بقى لشهرين. ده جنزبيل باشتريه وبقشره وبحطه في الفريزر. لما باوزه بطلعه. اه بحط كباة حب الجنزبيل. الجنزبيل اكتر من التوم. عشان بعمل معجون توم. هحط الجنزبيل الاول. اه واطحانه خالص. علشان يبقى نعم. وبعد كده رححط له ايه? اه التوم. ده اسمه معجون جنزبيل. ده وات حاجة هندية. اه معجون جنزبيل بالتوم. اه ده جا هندي. وبيبقى حلو. يعني بتعمليه مع المشاوي مع اللحوم مع الفراخ. ان شاء الله هنبقى نستخدمه بعد كده انا وانتو. دلوقتي بحط هول توم. بس ما حطتش كله. عشان بتاعزا ما قلتلكم العيوب بقى بتاعتها الهي الصغيرة. فاحطله كوباية زيت. بس مش كوباية مرة واحدة كل شوية هحط حبه. اه هحط ايه كوباية زيت? للجنزبيل. لكم التوم العادي اللي انا بس بعمله ده بيبقى التوم ما بقى حطلهش. ولا زيت ولا بحطله اي حاجة. هنا بنقاسها علشان خاطر اه اتمالة اوي. وحط له هيا حبة زيت. ده زيت افوكاتو استخدموا اي زيت انتو عندكم زيت زيتون زيت عبات الشمس زيت اي زيت دورة عافية اي حاجة انا استخدمت زيت افوكاتو وحطيت منه كوباية الجنزبيل بالمعجونة الجنزبيل بالطمدة هو هندي بيتباع في المحلات الهندية والمحلات العادية بس بيبقى غالي كان البطرمان الاول بستة دورة دلوقتي معرفش وصل للشيء الفلاني فهنعمله في البيت وانا بعمله في البيت يعني من ساعة اشتريته مرة واحدة وبعد كده بقيت اعمله في البيت الكابة بقى حلوة سريعة وحلوة وكيتشن ايه دوت مركة امريكانية والناس كلها عارفاها وموجودة يعني في امريكا وبرى امريكا يعني مركة عالمية زي ما بيقولوا اه وكمان سريعة وحلوة وفي منها خلطات وفي منها المطحنة بتاعت التوابل انا عندي برضو المطحنة بتاعت التوابل جايباها هبقى اعملها لكم في فيديو الورفيو في فيديو الوحده وعندي اه وفي منها العجانة وفي منها خلطات وفي منها حاجات كتير جدا ادوات كهربائية بس انا بقول لكم الحاجة اللي انا عارفاها بس الاحسن ان انتوا تشتروا كل جهاز لوحده ما تشتروش العجانة اه والعجانة بقى تشتري لها كل الطلبات المفرمة والحاجات دي كلها لا اشتري كل حاجة لوحده عشان لو الجهاز الاصلي اتحرق ولا حصل له حاجة كل اللي عندك هيترمي فانا بحب اعمل كده دي معلومة يعني ليكم او لاي حد عاوز نصيحة اذا احنا عملنا هو الجنزبيل بالطوم هي جمدة لما بتيجي تفتحيها عملنا الجنزبيل بالطوم وهو ورهو لكم وانا بدلقه اهو بصوا ناعم وبقى حلو ازاي في ناس سألوني بعمل به ايه عشان كنت عاملاه في فيديو قبل كده لوحده بعمل به مشاوي بتحطيه على الفراخ بتحطيه على السمك بتحطيه في حاجات كتيرة وهنستخدمه ان شاء الله مع بعض سوا او ممكن تحطيه مع الفراخ اللي هي الشاورمة الصدور اللي هي البنيه فراخ ما شوية سمك لحمة في الفرن الحاجات اللي زي كده لكن لو اللحمة هتعملي لحمة مع الطبيخ والطبيخ ده بتعملي بتحطي عليه طوم تستخدميه هاي تستخدمي مش هتحطي الطبيخ اللي انت بتعمليه ما بيستخدموهش بطوم ما تحطيش عليه انا طعمت الطوم بجيبه ما عندناش احنا الطوم البلدي اللي انت تشتريه وبنخزنه في شعر 4 زي مصر لا عندنا الطوم الشبكة اللي انا وريته لكم السيني اللي انا وريته لكم في فيديو قبل كده ده اللي هو السيني بحط ايه بقى كوبات الزيت وهفرم بقى الباقي كله مرة واحدة عشان يبقى ايه نعم كده وحلو علشان الجنزبيل بيبقى فيه زي فيتل كده او مش شعر بيبقى فيه بيبقى مفتل كده فاللي انا بشتريك جاهز ما بيبقاش استراحة في الفيتل دوت لكن اللي انا بعمله في البيت بتحس اللي هو سواه بيبقى فيه فيتل رفيعة كده بس الفيتل الرفيعة ديت من الجنزبيل يعني فانا بحاول اللي انا اطحانه جامد اوي 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 علشان خاطر الفيتل دي ما تبانش في الاكل والحمد لله ما باقيت اطحانه اوي اوي ما باقيتش تبان في الاكل ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده تشجيع لي وياريت حبايب الحلوين اللي بيشاهدون او مش متفرجين اهي جل الفيتل بقلوك عليها اهي شايفينها بشاولوك عليها بايداية حبايب الحلوين اللي مش مشتركين فاضل ولايس امر اشتركوا علشان العيلة بتاعتنا او اسرتنا تكبر بيكو ان شاء الله انا كمل اهو باقيت الجنزبيل وانا ايه والصوت بتاعها مش عالي اوي مش مزعج يعني بس انا يعني طفيت الصوت علشان ايه ما تتضايقوش هنا ايه كانت فيه مترح الزيت فمزحلات من ايدي ما كنتش عارف افتحها بس ايه فتحتها وطلعتها والحمد لله اعملنا بقى ايه جربتناها انا اعمل بقى بعمل فيها بصل وبعمل فيها كل حاجة يعني الصراحة ما بعملش حاجة على ايدي عشان ايدي واجعاني وما بقدرش افردها ولا اتنيها فبستخدمها في كل حاجة عشان كده عمز اشتري واحدة تكون كبيرة بس لما اخرج ان شاء الله واشوف بقى الاسعار النار دي تبقى بكام دلوقتي هبقى اطلو لاما اطلوبها اللاين لاما اشتريها من الولمارت او اي محل هبقى خلي هاجر تشوفها لي اللاين بكام واشتريها ان شاء الله قبل ما تغلى اخليها تطلبها لي بعد الفيديو دلوقتي بص انتوا بتشوفوا شكو حلوة او فكرتوني هخلي اجر تطلب لي واحدة دلوقتي بعد الفيديو ان شاء الله اخليها تطلبها لي ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تعملولي لاي تاك كتيرا كتيرا علشان ترفع القناة وتشجيع ليكو كومنت كده جميل زييكو ونشتغل بقى وهنشتغل ان شاء الله في البيت حبة علشان زي ما قلتلكو الشيطة والدنيا تبقى ساعة ومشادر اخرج كتير ولو حابين اي حاجة قلولي وانا اعملها لكم او حابين تعرفوا معلومة ايه عن الناس اللي هتيجي جديدة في امريكا قلولي برضو وانا اعمل لكم فيديو اللي انتوا حابينه وعاوزينه قلولي في التعليقات او في الكومنتات وفضل وليس امر تشجيع ليه لايك 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 من هنا لحد السنة الجاية بليز 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 من فضلكو لو سمحتوا امريلي دعوة التوم العادي اهو ده التوم بقى العادي اللي ما فيهوش جنزبيل ولا فيه اي حاجة عشان انا بعمل التوم معجون الجنزبيل وبعمل التوم عادي وبعمل التوم بالااا هنا لماyearبها receiverتو في الب ширمانات وميقى الرهال ALL وبعمل التوم ده لدقة السمكwe la shape وبعمل التوم للمخلل وبعض التوم في ب يتور Queensland وكل حاجة لوحدها ده البترمان ده بيترمان صلصة غسلته واستخدمته عشان احنا الانستاقيدون في البيت هنا جديد ما عنديناش باقي بيترمانات ولا عندنا حاجات لسه مخرجناش ومشتريناش وان شاء الله ربنا يكرمنا ونشتري بقى كل حاجة نقصانة. بلاي الاسعار غالية الصراحة بطنش اللي انا اشتري. اقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.